وحشتيني سمعتها وهي بتبص وراها تبصله لكن بسرعة حست بفرحة في قلبها وبخطوات سريعة كانت بتقطع المسافة القليلة لما بينهم ويفت قدامه تاخد نفسها وهمست باسمه بشوق آصف كنت متأكدة قطعت كلامها قول ما شافته بيديها ظهره وبيمشي بين الأشجار استغربت اللي عمله بس مشيت وراه لكن فجأة حست كأن أقصان الشجر بتتمدد بعرشها قدامها كل ما تحاول إنها تبعدها عن طريقها تجرح إيديها بأشواجها لحد وقفت وحست بأن الأشواج دي بقت بتخزو جسمها ودمها فضل يسيل فوق الأشواج دي بصت قدامها وحاولت تستنجد بآصف نطقت اسمه بصعوبة وقف للحظة اتدور يبص عليها لكن فجأة خافت من عينيه حست إن عينيه فرحانة باللي حصلها من جروح بسبب الأشواج صحيت مفزوعة بصت حواليها كانت المكان حواليها شبه مظلم الضوء يا كاد يكون معدوم في الزنزانة فضلت لدقيقة مش مستوعبة الحلم ده لكن كان تفسيره واضح رفض أصف لمقابلة والدها ما لهاش تفسير تاني غير إنه صدق إنها مش بريئة وتخلى عنها نزلت دمعها حست إن قلبها هو اللي بيبكي بألم مش عينيها افتكرت كلام وكيل النيابة وهو بيسألها الصبح إزاي عملتي كده فيه؟ جوبته بإنها ما كانتش حاسة بأي حاجة بعد ما خدت الضربة على رأسها وأول ما رجعت للوعي لقيت سامر بينزف من رأبته حاولت تنقذه لكن كانت الصدمة الكبيرة لما قرر وكيل النيابة إعادة تمثيل الجريمة في نفس المكان في المستشفى الثاني يوم سرحت بعقلها وقالت همست الإيه؟ همست الإيه بس يا ربي اتناهدت بديء وحست بضيعة فجأة قلبت حياتها من غير سبب والسؤال الأسوأ اللي بتخاف من إجابته هو ممكن يكون كل اللي بتعيشه ده كبوس أو ممكن تكون بتشوف فيلم البطلة تانية مقهورة بس الجواب كان صعب قوي عليها إن بطلة القصة اللي دخلت لها برجليها هي ياريتها تجهلت كل اللي سمعته وثابت سامر في حاله طالما كان بعيد عنها بصت حواليها ونزلت دموها أكتر وكتر أول ما حست إن الليل لسه في أوله وما فيش أطول من ليالي الشتاء قدام بؤس قلبها في صرايا شعيب على طولة صفرة العشا كان قاعد أسعد على أول التربيزة وجنبه كان قاعد أصف وجنبه أيصر وفي الناحية التانية كانت قاعدة كل من يارا اللي كانت سرحانة وجنبها شهيرة اللي كانت عنيها منصب على أصف اللي تايه بيحرك في المعلقة في الطبق اللي قدامه وشكله سرحان بيفكر في حاجة أصدت الكلام معاوهي بتمثل الأسى والحزن مقل حجة شكران الله يكون فعونها لما ببصّلها قلبي بيتقطع عليها مش عارفة المجرمة اللي خلصت على سامر دي ما عندهاش قلبه ولا إيه إزاي خانت العشرة ونسيت عاطف الحجة شكران عليها أصف رفع وشه عن الطبق وبصّل شهيرة بقرف وعرفت مننا أن ماما كانت بتعطف عليها ارتبكت شهيرة أنا سمعت شوية من النسوان اللي جمل عزة وهم بيتكلموا إن سهيلة مش اسمها سهيلة برضو حرك أسعد راسه بنعم وكملت شهيرة الكلام لأنها كانت عاوزة تصير غضب أصف بأي طريقة سمعتهم بيقولوا إنهم كانوا بيشوفوها بتيجي للصرايا كتير وكمان كان لها مكانة خاصة عند الحجة شكران بس هو كده في نوعية بتبقى خسيسة وتنكر المعروف حس أصف بالغضب وقال لها ما قدتش أعرف إن اللي دي شهيرة بتسمع لنم النسوان اللي المفروض إنهم جايين يعزوا مش يتهمسوا على مين يستاهل ومين خان المعروف وماما ما كانتش بتعطف على سهيلة من الأساس بلاش تصدق همس الحريم الفارق اتفاجئت شهيرة من رد أصف اللي كان شبه دفاع عن سهيلة المجرمة لكن ما استسلمتش وقالت اللي يسمعك يقول بالدافع عن المجرمة دي اللي بسببها فقدنا سامر غير زيادة مرض الحجة شكران بص لها أصف بتهكم وسكت لدقيقة رح قايم من على كرسي من غير ما يرد استغرب أسعد اللي عمله أصف رايح فين مش هتتعشى بص أصف لشهيرة وقال شبعت هطلع الجنين أشرب لسجارة برغم إحساس شهيرة بغضب أصف لها بس حست جوها بانشراح مش غريب عليها بصت على يارا اللي كان باين إنها سرحانة وانتي مش عندك محاضرات في الجامعة بكرة؟ قامت يارا وكأن شهيرة قدتها حجة إنها تقوم هي كمان آه فعلا عندي بكرة سيكشن عملي وكمان امتحانات نص السنة قربت آهطلع عيني متصباحه على خير حست شهيرة بالغضب من رد فعلي يارا وبصت لأسعد اللي كان باين على ملامحه وهو كمان الحزن الشديد حست بغضب من كده بس رجعت كملت عشاها وهي بتحاول جذب أسعد للكلام معها رغم إنها مش عاوزة تاكل أصلا خرج أوصف للحديقة بتاعت الصرايا حس بنسمة هوها برداء اخترقت جسمه نفخ بديء والدايق من نفسه لإن حس بسخونة بتخرج من قلبه عكس البرودة اللي حواليه وفي اللحظات بعدها بص على أوضة من القوض الموجودة في الحديقة رح نحيتها وفتحها دخل لها وبص على الأجهزة الرياضية الموجودة فيها حس بغضب بيزيد في قلبه ألع هدومه التقيلة ورح نحية الكيس الرملي المتعلق وجاب قفازين للملاكمة والبسهم في إيديه وبدأ بلاكم الكيس الرملي لكمات بتزداد قوة وكان قلبه بيحس إن فيه رغبة أقوى للتنفيس عن اللي جواه اللي جواه من غطب فضل شوية وقت يلكم الكيس الرملي لحد ما حس ببوادر إرهاق ساب اللكمه وقعد على كرسي في القوضة ياخد نفسه كان العرق بينزل من جسمه كله وبغزارة كان بينزل من جبهته على عينيه كان نفسه إنه يعيط علشان الإحساس القاسي اللي في قلبه يهدأ غمض عينيه وكان بيعتصر العرق اللي وصل لأهدابه وفجأة جات قدام عنيه صورة سهيلة وآخر لقاء بينهم افتكر كلامها في لحظة أحسن اللقاء ده لقاء الودع بينهم افتكر بقية كلامه لحد معها في اليوم ده لاشباك رمت سهيلة شوية فتفيت من العيش على طول إيديها فوق مية البحيرة مش عارف بيتخنوا على إيه دي فتفيت عيش بصت لقى سهيلة وقالت بالنسبة لك فتفيت عيش بس بالنسبة للطيور دي مش حاجة ضئيلة دي كنزة هيصد جوههم لحد بكر وبعدين ما جاوبتش على سؤالي سؤالي مش فاكر بصت له سهيلة بدي مع أني متأكدة أنك فاكر كويس أوي سؤالي بس ما فيش مانع أسأله تاني ليه اخترت تبقى قاضي في المحكمة لكن بصت لها بابتسامة وعينيه كلها عيش بس أنا جاوبتك وقلت لك أني ما كانش قدامي غير التدريس في الجامع وده ما كانش من أهدافي أنا مش بحب التدريس كان المتاح قدامي أني أخد سلك القضاء وده كمان الأفضل ليه بغض النظر عن التنقلات في أماكن كتير بسبب طبيعة وظيفة للقاضي ده غير مشاكلها آخرها أني كنت معرض للإغتيال بصت له وقالت بس ما اعتقدش ده السبب الوحيد اللي يخليك تختار أنك تبقى قاضي أنا عندي يقين أني فيه سبب تاني مغرور بس هقولك إيه هقولك أنا سبب اختيارك للقضاء السبب هو السلطة أنت بتحب السلطة يا قصر بتحبي كلك أمر واجب النفاذ على غيرك بس قالت مرة واحدة وهو بيتحك بس في رأيي أنك اخترت الطريق الأصعب يا سيط القاضي الحكم على الناس مش سهل زي ما انت فاكر ويش صعب أنا بحكم بالأدلة والبراهين والمعطيات اللي قدامي كل ده مش عملية حسابية مضمونة تجيتها فين روح القانون أوقات الأدلة والبراهين والمعطيات مش بيقولوا كفاية عشان تحكم بيهم سمعت مرة جدتي سمية بتقول ما زل شعبي كدب مساوى أحسن من صدق منعكش دحك أصف وقال لها مش فاهم معنى المثل ده إيه ويدخله في القضاء يعني أوقات الكدب يعرف يسبك كدبه كويس يخلي اللي قدامه يصدقه هو مقتنع أنه صادق والصادق لأنه على نياته معرفش يبقى يسبك كلامه كويس فيباني أنه مهزوز أو مش صادق أوقات بنشوف حقائق بشكل غلط حذر يا أصف تتعيمي عينيك وخلي بالك وعا تتعيمي عينيك عن الحقيقة وغشاوة الكدب تخدعك لا تطمن أنا منتبه كويس وبمناسبة أنك قلت على الأمر النافذ اللي أنا بحبه إمتى هتوافق أنها تقدم لك ونتجوز وتيبق إلي ومعايا طول الوقت وما تتحججيش أنك هتتأخري أو تبعدي عني بصت له بتفكير وبعدها قالت بهدوء بعد ما أخذ الماستر يعني قدامك سانة على أقل تفكر فيها كويس يا سيادة المستشار اندهش أصف من كلامها سانة بحلها؟ لا بقى أنا هستخدم سلطتي كقادي وهصدر قرار ملزم التنفيذ إننا هنتجوز في الأجازة القضائية في الصف الجاي وبأيكمل المصدر والتمراتي هزت راسها بالنفي لكنه بتسم لها وقل بتحدي هتشوفي قبل السنة ما تخلص هتكوني حرم سيادة المستشار أصف شعيب بصت له سهيلة بدحكة وكررت كلمة أصف باستهزاء حرم الكلمة دي قديمة قوي بقت أولد فاشن بتتقلل ناس العواجيز طب بلاش حرم أظن مدام أفضل بكتير حست سهيلة بالخجل وحمر وشها وبصت في الأرض بحياء ابتسم أوصفة على حياءها اللي فتنه وحس إنه لو كان معاها لوحدهم بس فوق المركب كان ممكن وقتها قرب منها واخدها في حضن وماهتمش بردف عليها بعد كده حتى لو ضربته بالألم على وشه لكن وجود المركبي منعوا أن يحقق أمنيته طب وانتي ليه اخترت تبقي دكتورة أطفال؟ حست بألم الفترة دي رجعت تحس بيه بيضرب بطنها أنا لما كنت صغيرة كنت بحب شغل الديكور كان نفسي أبقى مهندسة ديكور بس في قولة سنوي اتغيرت أمنيتي استغرب قاسم ويه سبب تغيير أمنيتك من مهندسة لدكتورة أطفال بالذات؟ حست بألم وجوبته تعرف إنه كمان كان نفسي أدرس طب نفسي جنب دراسة طب الأطفال؟ فعلا ما نكرش تنفع دكتورة نفسية بتعرف تحليلي طبيعة الشخصية بس إيه السبب اللي خلك يتغيري أمنيتك؟ لتنهدت سهيلة وهي بتحس بنغزة في قلبها لما كنت في قولة سنوي كان جالي حالة تسمم بسبب جرعة داوة زيادة أو كانت علاج غلط من الأساس فصر علي جامد وكت تقريبا بموت بس كان فيه دكتور أطفال في المستشفى هو اللي عارف سبب سوء حالتي وقتها وهو اللي اتعامل مع حالتي لحد ما عديت مرحلة الخطأ وشبه خفيت بصراحة أنا وقتها أعجبت بالدكتور دا جدا وتحولت أمنيت حياتي من مهندسة ديكور لدكتورة أطفال عشان أبقى زميلة له في يوم من الأيام وأقوله أني كنت وما زلت معجبة بيه وكنت قطعها آصف وهو حاسس بالغيرة وكنت إيه كمان نفسك تتجوزيه؟ حركت رأسها بمعنى ياريت حاسة آصف أن لو ادلها بالقلم هيهدأ بص حاول يتحكم في غضبه وغيرته والدكتور دا فين دلوقتي؟ للأسف توفى من سنتين يعني قبل ما تخرج من الكلية بس تعرف أن ابن الدكتور دا دلوقتي دكتور نفسي معروف جدا غير أنه أستاذ في الجامعة وأعتقد أنه ممكن يكون ضمن اللجنة اللي هتناقش معايا الماستر مش عارف ليه مستعجلة على الماستر أنت لسه صغيرة يعني سامر زميلك هو مش بيفكر في الماستر على فكرة سامر أكبر مني بسنة هو عاد سنة في الأعداد فعلا وكان عنده الناحية ليمين من جسمه وكل ضلوقه متكسرة تقريبا وما حضرش الامتحانات وعاد السنة مع أنه كان سهل يحضر وقتها الامتحانات بس ماما اللي رفضت وقالت ما جاتش على سنة وتتعوض طنت الحاجة شكرا بتدلعكم قوي وممكن الدلع دا يفسد سامر متهيئ لأنه محتاج شوية يعتمد على نفسه ويختار طريقه يحس أنه مسؤول عن حياته ويصلح من نفسه شوية قبل فواتي الأوان ويجيب لكم مصيبة لكن المراك بيقرب منهم حمد الله على السلامة وصلنا الشاط باك للوقت الحالي فقدل يفكر في كلام سهيلة ويقول لنفسه هي كانت عاوزة تلمح لإيه هو ممكن يكون تدعى لها فعلا أو حاول لا سامر كان بيعتبرها زملته بس لأنه أنا شفت قعدته مابل كده فحضوضه الأصول واللي بفكر فيه ده مستحيل وده كان جواب عقله حط صعابة وبين راسه يفرقها بديء لأنه كان حاسس بالصداعة بيفرتك راسه كان حسس أن عقله هيشت وقال لنفسه طب ليه دعت سهيلة بالكتب على سامر كان جواه يقين أن سهيلة كتبت لما قالت أنه حاول يقرب منها زاد تحجر عينيه وتحجر قلبه معاه حس كأن فيه كتلة منصهرة بتحرق قلبه ياريتها كانت قتلته هو وما كانش عاش يحس بالقلم ده كله اللي بينهاش كيانه بالكامل في أحدى غرف الصرايا فردت شهيرة جسمها فوق السرير الناعم ورغم كده حست بغضب كانت عاوزة ترجع بسببه للقاهرة وإنها تفضل هناك تحس بحريتها عن إنها تفضل هنا بين حيطان الصرايا القديمة دي وبردو كانت تبعد عن الفؤس والحزن المسيطر على الصرايا واللي فيها جابت موبايلها وفت فتحت الرسائل وشافت الصور اللي كانت مبعوطة لها صور بتجمع آصف مع البنت المتهمة إنها عملت كده في سامر ابتسمت بإنشراح وهي شايفة نظرات عين آصف للبنت المتهمة اللي ظهر بوضوح إنها نظرات عاشق اتنهدت بسعادة آصف يا عشق قاتلة أخيه هو دلوقتي مشتت بحر بأي ما بين حبيبة قلبه وبين أخوه اللي قتلته البنت دي نزف قلبه مع دم أخوه رمت شهيرة الموبايل على السرير ورجعت بجسمها فوق السرير كانت بتتحرك بحرية وراحة نفسية رغم غضبها من القعاد هنا بس رؤيتها الآصف والشماتة فيه خفف من الغضب ده اتبهت لزوط فات حباب القوضة بصت عليه لقيته أسعد بيدخل عندها رح قعد على السرير بألم قامت اتعدلت وحطت إيديها فوق كتف أسعد ودلكتهم بخفة ايه هاتطمنت على الحاجة شكران ايوه ايصر طلعي نام سبت معها صفوانة هتفضل معها في نفس القوضة بسبب البسمة اللي فوق شفايف شهيرة اللي ما شفهاش أسعد اتدعت الكلام بنبرت حزن ربنا يرقف بحالها بجد مش سهلة عليها أنا لو ما كانها كنت روحت السجن للمجرمة دي وقطعتها بسناني لا وكمان المجرمة عشان تطلع نفسها من اللي عملته بتدعي ان المرحوم كان هيعتدي عليها اتعصب أسعد بشدة وانطفت جسمه حست شهيرة بانتفاضة جسم أسعد تحت إيديها ابتسمت وزودت غضبه وقالت المفروض تتصرف مع البنت دي كده ممكن تنفد من العقاب اللي تستحقه أنا فعلا كنت هعمل كده وهتدخل وهعرف البنت دي قمتها كويس بس آصف قال لي انه هو اللي هيتولى أمر سير التحييات يعني ايه آصف هو اللي هيتابع سير التحييات انت اللي قلبك مكسور على موت ابنك وآصف ناس يا ان آصف قاضي واكيد عارف بطريقته سير التحييات دي وكمان مش عاوزي انتشر في البلد اني بفتري على البنت دي علشان حاجة زي كده يعني بسبب سلطتي كنايب مجلس شعب على سايب هتجيب آخرها لاني لو ادخلت في الأمر مش هيكفيني موتها مع سطوع نهار جديد حوالي ساعة عشر الصبح في المستشفى اللي كانت بتشتغل فيها سهيلة مشيت بين اتنين من العساكر كانوا مسكين إيديها اللي حاولت تداريهم تحت كم بلوزتها لكن حتى لو أخفتها فعيون كل اللي في المستشفى بتبص لها بغضب وبيقولوا عليها القاتلة أهي كانت طريق من باب المستشفى لحد الأوضة اللي حصل فيها اللي حصل لسامر كان قصية بس الوقت ده كان بالنسبة لها كأنه طريق طويل ما بيخلصش بتمشي وهي حاسة ان رجليها مش بتتحرك من مكانها عين زميلها في المستشفى كانت سهام بتخترق جسمها وبتجرح قلبها وقف العساكر لحد ما جه من وراهم وكيل النيابة وشخص تاني مع كاميرا معدل التصوير وبرضو مدير المستشفى ومعاه المحامي الخاص بسهيلة اتكلم وكيل النيابة بهدوء دلوقتي هنعيد تمثيل اللي حصل زي ما حصلت من البداية ويريد بلاش تنسي أي تفاصيل حتى لو صغيرة حركت سهيلة راسها وهي حاسة ان روحها بتتحب من جسمها فضلت من صنمة مكانها وعقلها بيراجع اللي حصلها في القوضة دي من كام يوم شاور لها وكيل النيابة وقال اتفضلي بدأ اللي حصل من بعد ما دخلتي القوضة دي فضلت سهيلة متصنمة شوية لحد ما شاور لها مرة تانية راحت ناحية باب القوضة تمشي بقلم وكانت حاسة انها بتفقد جزء من روحها في كل خطوة قبل ما توصل لحد باب الغرفة وقعت بجسمها على الأرض كانت حاسة بانسحاب عقلها اللي ما عادش قادر انه يتحمل سابت له الزمام لحد ما أفقدها الوعي وقوم عليها انحنى مدير المستشفى ونشف العرق اللي عليك بينها وتنهد هو واضح ان الدكتورة ما قدرتش تتحمل إعادة تمثيل اللي حصل وغم عليها اللازم تتنقل لقوضة خاصة عشان نتعامل مع حالتها واثق وكيل النيابة بعد شوية حط اثنين من المسافين جسم سهيلة فوق نقالة طبية خاصة وراحوا بسرعة لغرفة في المستشفى محدش أخد باله من رؤية قاصف اللي كان في المستشفى وشاف جزء من اللي حصل حسب انخلاع في قلبه وهو شايف سهيلة غيبة عن الوعي فوق النقالة وبسرعة أهل نفسه على الشعور ده ويساب المستشفى بسرعة قبل ما قلبه يرق إليها أكتر من كده في البنك الزراعي لو واحدة تانية غيرها كانت حسد بأسع على مستقبل أختها الوحيدة اللي بتواجه أزمة ضيعت مستقبلها بس هي كانت هادية خالص وكأن اللي حصل ما يخصهاش قرب عادل بكرسي من كرسي هويدة واستغل لوقتي ما فيه الشغل وتكلم معاه أنا أتكلمت مع عمي أيمن مبارح وقال إن النيابة أمرت بإعادة تمثيل اللي حصل النهاردة ما تعرفيش اللي حصل وأنا هعرف منين وأنا هنا في البنك من الصبحة ها والمثل بيقولي خبر بفلوس اتفاجئ بردها مبارح وأنا مع عمي أيمن اقترح إن إحنا نأجل زفافنا شوي على ما نشوف موضوع سهيلة هيوصل لإيه وأنا وافقت وما همش معقولة إزاي تقررت وافق على تأجيل زفافنا بدول ما تقولي وبعدين إيه اللي مش معقول على عموم مش مهم طالما وافقت على تأجيل الزفاف ما ترجعش تتدايق لما أنا كمان أطلب تغيير قاعة الفرح حس عادل باستغراب من ردة فعل هويدة لو كانت واحدة تانية كانت هي اللي هتطلب منه ده لكن هويدة قلبها جاحت بس هويدة جواها حس أنها مبسوطة من تأجيل الفرح بس معاه غضب من تأجيله علشان خاطر سهيلة لكن لو كان لسبب تاني ما كانتش تدايق بالعكس وقتها كانت رحبت بالموضوع أكتر في المستشفى أقر الأطباء أن سهيلة دخلت في حالة انهيار نفسي وأنهم ادلها بعض الأدوية الخاصة بالمهدئات النفسية وعلى إسرها أنها مفروض تفضل نايمة لبعض الوقت ولازم تفضل في المستشفى الليلة علشان يتبعوا حالتها بالليل في صرايا شعيب عدى الوقت لحد ما وصل لمنتصف الليل وهو صاحي مش عارف ينام من التفكير اللي جواه وقام من فوق سريره وهو مقرر أنه ياخد حمام دافي عشان الشعور ده يروح منه وقف تحت الميا الميا كانت بتنزل فوق جسمه كان حاسس بحرارة بتمتلك جسمه دور مؤشر درجة حرارة الميا من دافية لبرد بس في اللحظة دي ارتعش جسمه بس بسرعة رجع نفس الشعور يحركه قلبه اللي عاوز أنه يتطمن على حال سهيلة قفل الميا وخرج للقوضة وساب كل حاجة لقلبه يتحكم فيه لبس هدوم تانية وخرج من الصرايا متوجه للمستشفى دخل بقطوات سبت بس وقف في الممر أول ما شاف شرطي واقف قدام القوضة دي اتردد لحظات لحد ما حسم الصراع اللي جوه قلبه وراح نحية الشرطي وخرج هويته القضائية هويته القضائية كانت كفيلة أنها تخلي الشرطي اللي واقف حارس على باب القوضة يسمح له بالدخول للقوضة من غير اعتراض لأوي كمان يفتح له بنفسه بب القوضة مش لحد جوه القوضة وهو حاسس بغضب بس بسرعة تحول لوخزات قوية بتضرب قلبه أول ما عنيه وقعت على نايمة فوق السرير بملامح وشها الشحبة وبرده كان باين عليها أنها خسرت شوية من وزنها في الكاميوم اللي فاته للحظة قلبه رأف بحالها أول ما شاف إيديها المغروز فيها إبر طبية متوصلة بأنبيب بتغذي جسمها بمحلول طبي وطل حد ما كانت صوابه هتلمس إيديها بس بسرعة حجرت عينيه وقلبه أول ما شاف كلبشات في إيديها التانية هو قف وهو بيضم صوابع إيديه وبيضغط عليها بقوة لحد ما كانت إيديها تنفجر من كتر ما العروق برزت قلبه منعه بسرعة وسبع عقله هو اللي يتحكم فضل الصراع بين قلبه وعقله وفي مشاعر متنقضة بين القلب والعقل القلب اللي كان بينزفه هو مقهور قدام حيرة العقل وضميره كقادي وقبل كل ده حق الأخوة هي كتبت وشوهت صورة أخوه بعد عينيه عنها ولف جسمه ولسه جاي يمشي من القوضة وقف قبل ما يوصل لباب القوضة في لحظة أو المسمة همس ضعيف منها وهي بتنطأ اسمه برجاء آصف والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا بتمنى من كل قلبي أنها تكون عجبتكم وأنكم تكونوا شفتوها لحد الآخر وطبعا هستنى أشوف رأيكم في الحلقة تحت في الكومنتات سلام